الاستاذ عمر ادهم عضو مجلس دارة نادي الزمالك وده من الناس اللي هيا العام مكتادة جدا ومش بتاع دوشة يعني فيه ناس ما تشتغلش وتهري وفيه ناس ما تهريش وتشتغل وفيه مقولة زمان كان بيقولوا هالي الاستاذ عبرام حجازي يعني الله يرحمه يعني الكاتب العظيم والصحف العظيم والاعلام الكبير الله يرحمه سادة النائب العظيم يقول لي يا ابني اللي اتكلم كتير ما بيشتغلش كتير واللي بيشتغل كتير ما بيتكلمش كتير يعني اللي بيشتغل كتير ما يهريش كتير ما تلوش هنا وهنا 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 وتكلم ويعمل ويزيد وتليفونات وحواليت من الصبح وعمل زيته ويكتب ويطلع ويزر وتشقلب ده تعرف انه مش شغال على طول هجاز واللي بيشتغل كتير مش هجيب وقت ما عندوش وقت يهري ويتكلم ويعمل فعمر أدهم من الناس في مجلس الزمان كيهل حقيقة اللي بتشتغل كتير وبتتكلمش كتير عشان كده بيجب انه هو راجل ياخد حقه في الإشادة لانه خدملكم ملف الغربات والله هو متوليه ده ملف صعبه ده متقيل وكله مشاكل وقضايا كلها فشلة وبيحي أموات يعني يعني عمر أده بيحي ميت يعني الدنيا يعني عنده خربانة يعني زي ما بيقوله يعني فالراجل عمل بوست الحقيقة حسس الناس ان الامور يعني تمام فيما يخصها أشنبونج لانه الناس في الزمالك عندها أمل تيجي صفقة اتنين لغاية او بيأمن الموضوع النادي جاب صفقة تتأيد كان اللي قد توقف عشان أشنبونج طلع الأستاذ عمر أده عضو مجلس الإدارة كتب في بوست على السوشيال ميديا الحمد لله قام نادي الزمالك او النادي بسادات كامل مستحقات اللعب بن جمين بن جمين أشنبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل عاش الزمالك أكبر قلع رديها في مصر عاش الزمالك بطل أبطال إفريقيا الكلام ده يعني الحقيقة كتبه النهاردة والراجل خلص قال لنا إن الموضوع انتهى أشنبونج استلم فلوسه وزي ما طلع حد اتكلم قالك أشنبونج ده كان ليه متى ألف دولار بانا عند الزمالك ولا معرفش كام وصل لمليون ومتين ألف دولار بالقضية وبالفيفا في مجالة سابقة مع الزمالك بيجي المجلس ده مطالب يسدد كل الكلام ده أهو أهو كامل المستحقات دي بتيالي كان بيتين ألف دولار معرفش كام يعني رقم ده اللي متبقي من الغرامات يعني هم دفعين خد بالك أربع أخباس الغرامات ده الخمس اللي بقي أو السوتس اللي بقي من الفلوس اللي بتكلم عليه عمرئتها وهو أصلا كل الموضوع كان عاش يبونجو ده ليه متى ألف دولار ولا بقيه خمسى ألف دولار كل اللي ليه أصلا عند الزمالك من الأول اللي الناس استنصحت وعملت نفسها جامدة وعملت نفسها معرفش حاجة يعني بصراحة مرار أه والله يقولك ده اسمه مرار طيب